السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا وليد مصطفى وانت طالب اكيد في قولة فانوي بتتفرج على الفيديو ده علشان تتعلم مواقف واميلات وموضوعات الوحدة الرابعة في الترمي التاني زي ما اتفقنا هو وحدتين التالتة والربعة عملنا ملخص في الفيديو اللي فات لأهم مواقف واميلات وموضوعات الوحدة التالتة وفي الفيديو ده ان شاء الله سريعا جدا هناخد ملخص شامل لاهم ايميلات ومواقف وموضوعات الوحدة الرابعة وكده في الاتنين فيديو دول يبقى لمينا وجمعنا ولخصنا منهج الترمي التاني كله هتراجع في كل الكلمات والقواعد هتلاها مكررة قدامك او موجودة في الجمل الى جنب الموضوعات الاساسية والمواقف والايميلات وهكذا طيب الموقف الاول صاحبك بيسألك كالبارتي دي كار ما جزء الجسم ما هو العضو من اعضاء الجسم نستخدمه لكي نكتب كيسك تدي انت هتقول اي هقول نستخدم لاما اليد دروات او لاما غوش او اليد اليسرة ممكن نشيل كلمة دروات خالص نستخدم اليد علشان تطلب من صاحبك دكرير ان هو دكرير ياسف يوسف بابا انت هتقول ايه لما تجي تطلب من حد ان هو يوصف هتقول له هايما هتسأله سؤال ما شكل فلان او او تدلو اردر لوان يوصف فلان هنا مديني السؤال اللي هو كيف يكون اباك بتعودنا في الترم الاول ان يعني كيف بتسأل عن الوصف سواء وصفة اشخاص او اشياء او اماكن وغير بوغ يدونت في ايه من بخصان علشان تحدد هوية شخص كيسك تدي خدناها ترم الاول دي كنت بقول ساي واجول اسم الشخص او صلة قربته ساي من جران بير هذا جدي الى ديناميك هو حيوي تدوماند اتنامي بتسأل صاحبك سكون اتليز ما الشاي اللذي نستخدمه بوغ ايكوتي اللذي لكي نسمع بنستخدم ايه علشان نسمع كيسك الدي هو هيرد يقول نسمع بالاذنين وهنا نفتكر جميع اجزاء القسم واستخدمتها تدوماند اتنامي تسأل صاحبك او هنا السؤال باين الى ما هو يشعر بالالم كيسك الدي هو هيقول جمال على جمب اشعر بالم على جمب وهنا جمب كلمة في ميناء اخدت على لو الكلمة دي مسكولين هتاخد هنا او تدوماند اتنامي لكولور دي ساي لونات بتسأل صاحبك عن لون النظرة بتاعتو كيسك الدي هو هيقول ايه هيقول هي تكون سوداء ومكن يقول ما حاول دي الى ما لونات نظارتي سانوار اخو بلدني لونات جمع مؤنف كلمة جمع مؤنف فهتاخد اللون جمع مؤنف لكي تعبر عن مكان الامك اللي انت بتشعر فيه بالالم يعني كيسك تدي انت تقول ايه هيقول اي ما تت اي راسي او جمال اشعر بالم على تت في الرأس لكي تعبر عشان توصف تون جران پير اتون امي بابا جدك لصاحبك كيسك تدي هتقول ايه هيقول ايه او مان جران پير او جدي او لون شعر ابيض او يل باكد دي الونات بلابس نطدار او اله غران هو طويل وهكب لما تدامان التطبيب بيسالك لليو دولا دولا عمكان الالم كيسك يدي هو هيقول ايه اين الالم او تيا مال او اينا تيا انت عندك مال الالم تدامان تون عميدة داكير بتسال صاحبك او بتطلب من صاحبك ان هو يوصف سان جران پير اجدو كيسك تدي انت هتقول ايه طالما بطلب او باسقل عن الوصف عندي يلي سيئلنها من شوية كمان كمان ايه كيف يكون تون جران پير او اقول له تدكري اوصف تون جران پير جدك او تون جران پير او كمان جدك يكون كيف كيف بتسال عن الوصف تدكري تون جران پير انت بتوصف جدك كسك تدي هتقول ايه ده طويل جدا. لابسنا الضارة. هو نحيف بس حيوي ونشيط. صاحبك او اخوك بيسألك ما الجزء الذي نستخدمه علشان نسمع. هو هيقول ايه? طبعا هنا السؤال بقى. ما تجي تسأل حد ايه من اجزاء الجسم اللي بنستخدمه علشان نعمل حاجة معينة. ده مجرد مثال. ممكن تطبق عليه خمس او ستة او سبع نماذج اخرى. ما عضو من اعضاء الجسم او ما الجزء في الجسم. كلمة مؤنف هتاخد كلمة مؤنف. نستخدمه نتكلم وحط مكانها نتكلم وحط مكانها نرى او نشاهد نكتب نكتب نمشي وبالتالي جزء من الجسم هيتغير. تمام? او كسكن يتوليز ما نستخدمه. انت بتسأل اختك كسكن ما? ما هي اليد? يعني ايد? كسكن دي? هي هتقول برضو شيل كلمة ما وحط اي جزء من اجزاء الجسم وهتبقى الاجابة زي ما هي. هو جزء من اجزاء الجسم. صاحبك بيوصف الفيزيك. بيوصف الشكل الخارجي دو تان فرير. خبه لك من كلمة فيزيك مش كاركتير. خدنا الترمي الاول عن السمات المعنوية. لكن فيزيك هي السمات الشكلية او الظاهرية. بتاعت اقول كسكن دي هو هيقول ايه? هيقول هو لونه اصحب. لون شعره محمر او لون بشرته محمر. لديه شعر اسود. لديه عيون زرقاء. صاحبك بيسألك عن كلمة نوفيل وهي جمع كده يعني اخبار وهي مفرد يعني جديد. صفة جديد. لو بقت جمعة تتحول الاسم وتبقى معناها الاخبار او المستحدثات يعني. ايه اخبار باباك الجديدة? كسك تدي انت هتقول هو كويس او ابويا تمام جدا. صاحبك بيسألك اين يعيش اجدادك? كسك تدي؟ ماذا انت تقول؟ هم يعيشون في الريف. طالما سألني باين يبقى لازم ادلو مكان. او الريف في المدينة. او تنتا ممكن اقول اسم مدينة او تنتا او اليكس او او كير وهكذا. طالما حد يقدم لأي حد كلمة المشهورة انشانتي. انشانتي يعني تشرفت بك او تشرفت بمعرفته. صاحبك بيسألك علونك المفضل هو هيقول ايه? السؤال بتعلون ما اللون الذي تفضله انت. او هنا بس في غلطة صغيرة ممكن تبقى كال ايه. هنا هنكتب او اس تي. يبقى كاليه تا كولور ما هو لونك المفضل? هنا المفضل دي صفة بتوصف كولور لكن تبقى هنا برب متصرف معتو. ده الفرق بين الاثنين. طانمي تدوماند تا كولور بريفيري. بيسألك علونك المفضل كيسك تدي? انت هتقول ايه? جو بريفير لا كولور بلانش. وممكن اشيل كلمة لا كولور واحط هنا لبلان. لروج. لألوان كلها مذكر كاسماء. لكن لو قلت لا كولور دي مؤنفة لازم اللون اللي هيجي بعديها هيوانف. عشان هيبقى صيفة. بتسأل صاحبك عن تعريف كلمة دي. كيسك تدي هتقوله ايه? بتكتب اسم الكلمة وتكتب بعديها سكوا. سكوا يعني تطلع ايه? ما هذا? او تعكسها تقول اسم الحاجة وتقول كيسك سي? ما هذا? او تطلع ايه? عشان تقدم علتك لصديقك الفرنسي. انت هتقول ايه? عشان تقدم اي حد شخصة او عيلة هتقول اقدم لك. او تدي ممكن تحول الى. اقدم لحضرتك او لكم. اي حد. لكي تستعلم عن. هنا انت بتسأل. لكي تسأل عن عدد اعضاء اسرة صاحبك. كيسك تدي? هنا هنسأل عن العدد وداخدناه في الترم الاول بادات الاستفهام او في الوحدة اللي فاتت. كم بيان دو? كم بيان دو? وكمل هنا بقى ممبر دو فامي. ايه تا فامي. كم عدد الاعضاء الذي تتكون منهم عائلتك. وطبعا ممكن نغير في السؤال ونقول ايه دون تا فامي. كم عدد الاعضاء ونشيل دي ونقول ايه يوجد دون تا فامي في عائلتك. عشان تعبر عن ميولا كاسك تدي? هتقول ايه? طبعا. الميول عندنا اربع افعال. جام. جا دور. جا خفر. جا دا تست. ويجي بعد ايه فعل في المصدر او اسماء. انا جام لير. بحب اقرأ للمجازين دو سبا. او شيل دي وحط اي حاجة تانية. دي تعتبر كلها ميول. تنا uma半 واحدة. نحن تعمر عندك شخوات ولايد؟ كςك تنيجيلhol خانتكم orada قلت؟ كما تقول ايه ماذا تقول ايه لسو يو زيد او اسمن الرحية وحاجة si45 او اسنة واحدة. اوábنا تقول. you Pegات من بعض المصدر التي تعمر بالفعل. كم عدد الاعضاء quierانتك فيها اية حاجة تعمر. تقله فالمين علماتك فيها différent hoeها تسمع كىato مت منaina هل عندك إخوات و أخوات؟ تُّماندَتُونَ امي لنبه دو ممبر دو سا فاميه تسأل صحبك عن عدد عضا أسرته كيسك تُدِي انت حت قول كلم مكارر كمبيان دو پرسنن يل يدون تا فاميه كم عدد الأشخاص الموجودين في أسرتك دون تا فاميه في أسرتك أو في عالتك إل يا كمبيان دو پرسنن يوجد كم عدو تُدكري تانغران پير كيسك تُدِي ماذا تقول إلا بارب بلانش عنده لحيات بيضاء إلا غرو هو تخين إلا بلان هو أبيض أو أشقر إشوف و أصلع حط أي صفة زي ما انت عايز تُدوماندَ لنمي بتسأل صديقك او إل فا أين هو يذهب بور بخاتيكي سيز اكتفيته بريفيري عشان يمارس انشطته المفضلة كيسك يلدي ماذا هو يقول هو هيقول إيه هيقول الإقابة جو في على سال دو سبور او جو في او جيمناز او جو في او كلاب غير الماكين زي ما انت عايز تُن كوبان تُدوماندَ لليو صاحبك بيسألك عن مكان أجازتك انت هتقول إيه جو في على كومباني أنا أذهب إلى الريف أو إلى أي مكانتين تُدوماندَ 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 سي فيلم بريفيري بتسأل صاحبك عن أفلام مفضلة كيسك يلدي هو هيرود يقول جو بريفير لفيلم دورر أنا أفضل أفلام الرعب تُن امي تُدوماند صاحبك بيسألك او تُدوماندَ أين أنت تذهب بور ناجع علشان تسبح أو تُعوم كيسك تُدوماند انت هتقول جو في على بيسين أو على مير أو على بلاج ثلاثة أماكن بيسين مير بلاج وثلاثة مؤنة تُدوماندَ أين كوبان سي اكتفيته تسأل صاحبك عن أنشطة أثناء الويكيند كيسك تُدوماند انت هتقول إيه كيسك تُفاي لفندردي ماذا تفعل لفندردي يوم الجمعة؟ ممكن أشيلها وحط مكانها كلمة الويكيند تسأل زميلي عن رياضة المفضلة انت هتقول إيه؟ يبقى السؤال ما هي رياضتك المفضلة؟ تُن امي تُدوماند صاحبك بيسألك مهمة؟ تذهب إلى البحر كيسك تُدوماند انت هتقول إيه؟ خبالك ان هو اللي سألك لماذا تذهب للبحر؟ انت هتقول وممكن تقول ببساطة وممكن تقول ببساطة اللي احنا قول السئلة هنا فوق دي تسأل صاحبك عن نشاطاته المفضلة؟ هو هيقول إيه؟ وخبالي كويس قوي من دي جو فيديو لأن لو قدت لجو فيديو جو جمع المفروض تاخد هنا بس لو ما فيش إيه؟ لو ما فيش دي هناخد قدامها دي جو فيديو بتسأل صاحبك لماذا هو يذهب إلى المكتبة؟ كيسك الدي؟ هو هيقول إيه؟ علشان أعمل ريشارش ابحث تسأل أخوك عن أنشطته المفضلة؟ كيسك الدي؟ هو هيقول إيه؟ جولي دي ماجازين دو سبور أنا بقرأ مجالات رياضية تسألك عن أنشطتك في الويك أند؟ هو هيقول إيه؟ كلمة اكتيفيته جمعي مؤنف؟ بالتالي أخدت كال ما هي أنشطتك ماذا تفعل؟ ما هي أنت تفعل؟ ممكننا إلي بالسؤال دو خالي تفعل تفعل ما؟ تفعل ما هي أنت تفعله في الويك أند؟ أو pendant الويك أند؟ تتنفرم أنت تستعلم عن أنشطة صاحبك أثناء الويك أند؟ بتسأل عن أنشطة صاحبك أثناء الويك أند؟ هو هيرود يقول أي نشاط بأجري على المنتاني؟ بأروح الجابل؟ بأروح النادي؟ أو أي حاجة تانية؟ ماذا تفعل؟ كيف تفع؟ لماذا تفعل؟ ما هي أنت تتعلم؟ كيف تفعل؟ كيف تفعل ميت؟ طرح انت تنترى أين تذهب لتمارس السباحة انت هتقول بروح البحر ودول سببه قلناهم من شوية بالنسبة للإيميلات الإيميل الأول بيقول خلاص التحيات مش هنتكلم فيها سواء التحية اللي في الأول أو التحية اللي في الآخر إن مجدت التحية بكتبها زي ما هي أو برد بأي تحية تانية وأجوب الثلاث أسئلة مال رياضة التي تمارسها مع من أين تمارس هذه الرياضة؟ قبل ما تجاوب السؤال الأول لازم تقرأ الثلاث أسئلة عشان تحدد الثلاث أسئلة مرتبطين ببعض جو بخاتيك لتنس بلعب تنس جو بلعب مع زملائي جو بخاتيك سو سببه بأمارسها في النادي كمان اي تان غران پير؟ كيف هي كون جدك؟ كال سبب يل بخاتيك؟ كال سبب يل بمارسها؟ قريب يل بخاتيك؟ härاكي كال سبب يل بخاتيك؟ كال سبب يل بخاتيك بي مارس ال بسكات يل بخاتيك كال سبب يل بخاتيك؟ كالسي كيف, كيف تنتظرنا؟ كالسي الصورة لها ما لون عيونها وما لون شعرها صلو هي تكون شقراء ونحيفة إلا لزيو نوار لديها عيون سوداء إلسان مارن إلدي تعود على الشعر وممكن نقول ببساطة سان مارن يكون بني وخبال إن كلمة بني ما تغيرتش لأنها لا تتغير لا في الجامعة ولا في التأنيف كيف تحب أن تقرأ ما لون نحب؟ ما لون نحب؟ ما كيف تحب أن تحب أن تريده؟ أرى يا جمع اتمنى الكلمات لتحب أن تتغير أن تشاهده أتمنى الكلمات المادة أ Sangنا لعم أطبق البناج أتمنى حقر الانساء على السم Segret والحياة والأرض أجب أن تكون جدًب هل لديك شخصة وأخوات؟ أجب تشارعين مع أخوات؟ موو مووو إبعو negatively هل 300 ceux حبي نؤخور أنتBS أكثر يا واحد يجب أن نو bananas نبداء من سبب أو أي ساعة او شيئًاś درس المنزل اشترك اشترك للجمام أكثر يثار داخل كيف أشترك يا أبك والكما تكب كان من ال Pangino إن أشترك Sinي تقول أوه انزروها في اليوم تثبين gets whereك ي acab job استعبت الحكوم الدولة عاذا فاخد سأذهبب على montagne سأذهب رسولت سأذهب موات отсaktu تشهد فت التي تتو shooting وكلاDE ترجمة ترجمة عليام cielo ، او نقرأة وايْ جديد ما نشاطك المفضل ما نشاطك المفضل ما نشاطك المفضل ما نشاطك المفضل بروح الجبل بحب أو بفضل ألعب تزلق على الجليد ما نحب أبداً ما نحب أبداً الجودو ونقل الموضوعات والموضوع الأول بيقول اوصف زميلك في الفصل اتكلم عن الكاراكتر الفيزيك هنا بتكلم عن السمات اللي خدنا الترم الأول الفيزيك الشكل اللي خدنا الترم الثاني color de yeux لون العيون Jai un copain de classe عندي صديق في الفصل اسمه كده Il est grand طويل immense ونحيف Il est dynamique هو حيوي Il est souriant ومبتسم Il a les yeux marrons هو عنده عيون بنية نفس اللي قابليه تقريباً بس هنا بتكلم عن الطاي الحجم طويل واللقصير cheveux والشعر والعيون تقريباً نفس اللي فويه Mon frère est brun et mince Il est petit Il a les cheveux noirs Il a les yeux marrons Il est dynamique وهو حيوي Présente ta famille A ton copain أدم علتك لزميلك حجمها أو عددها يعني كبيرة والصغيرة الفيزيك الناحية الشكلية للأشخاص الكاركتر السمات الشخصية Je te présente ma famille وقدم لك عائلتي Mon père est grand Aby طويل Ma mère est professeur أم تكون مدرسة Mon petit frère أم تكون مدرسة أم تكون مدرسة فقط وقدم أم تكون مدرسة أم تكون مدرسة يتكلم عن أنشطة ثلاثة من زملائك في الفصل pendant le week-end أثناء الweek-end بيروحوا فين والسبور اللي بيعملوها أو قد فراغهم بيقضوها إزاي Maher va chez ses grands-parents à la compagnie بيروح الريف نادخ passe le week-end à lire des romans بيقضي le week-end في قراءة الروايات فادي aime la natation بيحب السباحة Il va à la mer ويروح البحر قلنا كل واحد بيعمل والأماكن اللي بيقضيها Parle de tes activités تكلم عن أنشطتك pour une semaine خلال الأسبوع وتكلم عن المدرسة وأسماء الأيام Je vais au lycée 5 jours بروح للمدرسة خمسة أيام par semaine خلال الأسبوع أو في الأسبوع Je vais à la compagnie بروح الريف vendredi يوم الجمعة Je vais au cinéma بروح السينما يوم سامدي يوم السبت الموضوع الأخير où tu vas pour pratiquer tes activités préférées أين تذهب لك تمارس النشاطاتك المفضلة et pourquoi ولماذا هتقول اليوم والمكان والنشاط اللي بتفضله لو سامدي Je vais au stade السبت بروح لستاد pour jouer au football عشان ألعب كرة القدم لو dimanche Je vais à la compagnie بروح الريف pour faire du vélo عشان ألعب بالعقلة أو بالدراجة لو لندي يوم الاثنين Je vais à la bibliothèque بروح للمكتبة pour lire un roman عشان أقرأ رواية لو vendredi Je vais au cinéma الجمعة بروح السينما Je d'or le film d'or أنا بعشاء أفلام الرعب وبكده يبقى خلصنا مراجعة شاملة على جميع مواقف وإيميلات وموضوعات الوحدة الرابعة لمنهج أولى ثانا والترميتين طبعا على نظام الجديد أشكرك شكرا جزيلا وانتظروا إن شاء الله قريبا أو قبل فترة الامتحانات هنعمل حل لبعض نمازج الامتحانات فتابعونا واستنونا وإن شاء الله أتمنى لكم كل توفيق وشكرا جدا كان معك وليد مصطفى على موقعه وقناة فرينشاوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة